نتيجة طيبة بمشيئة الرحمن خلونا الاتصال الثاني كان حالة عندها فيروسي كان 170 ألف بعد جرعة من الأعشاب بقى 107 ألف بعد جرعة ثانية من الأعشاب الحمد لله رب العالمين أصبح نيجة تفتماما ولله الحمد والمنى ربي أوزيني أن أشكر أن أماتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم الحمد لله والمنى لله عز وجل ودايما أفكر حضراتكم أن العلم والطب فعلا هي بصمة رحمة ربنا عز وجل بينا على الأرض نقطة مهمة جدا فيعني لازم نسعى للطب ونسعى لأصحاب الطب وانسبنا من المهاطرات وانسبنا من العشابين والبجالين والنصابين إلى آخره اللي خلاص ملو الشاشات بصورة لم تحدث من قبل بيسأل سؤال جميل جدا عن الأجسام المضادة معنى الأجسام المضادة هي أجسام يكونها الجسد البشري أو الأنسجة البشرية مضادة لهذا الفيروس أو لهذا المرض أو لهذا الوباء وبالتالي هذه الأجسام المضادة هتظهر موجودة على طول مش هتشال أبدا طول العمر على ذلك ما فيش منها أي ضرر أبدا وما فيش منها أي مشكلة والتالت مرة أو رابع مرة بقوا ناشد وزير القوى العاملة الأستاذ خالد الأزهري سيادة الوزير نظره إلى العمالة المصرية وجود أجسام مضادة لا يمنع أحدا من السفر وجود أجسام مضادة لا يمنع أحد أبدا من السفر وده بيحدث للأسف للعمالة المصرية في كثير من البلاد العربية وبيقولوني جدا أن العامل البسيط اللي بيدور على رزقه في أي مكان يجي يقول في أجسام مضادة ومش هديني سفروني وملهاش حل من النحية الطبية يعني احنا مش عارف وقتنا خبص ليه كتير سريع جدا كده خلوني أكمل الوصفة العشبية الأخيرة